بسم الله الرحمن الرحيم المحامون الزملاء الأجلاء نتناول في هذه الحالة القول بالنسبة للجنحة التي قلنا بأننا ستناول الدليل الفني بها في جنح الضرب بالطبع وهي الأكثر شيوعاً بالنسبة للجنح في التعامل بالنسبة لنا كمحامين طبعاً أمام المحاكم وخاصة بالطبع جيل المحامين الشبان حينما يعرض عليه الدليل الفني ينظر إليه من حيث مدى أخذ المحكمة بالإصابات الموجودة أو أخذ المحكمة الجزئية طبعاً محكمة الجنح الجزئية بالدليل الكيدية والتلفيق أو وجود الشاهد أو عدم وجوده ثم بعد ذلك يصنف الإصابات بأنها إن كانت إصابات تعد كما جاء برضو أيضاً في أعرف طب الشرع الإصابات المصطنعة كالكدمات والسحاجات والخدوش ومعنى الإصابات المصطنعة وهي التي يحدثها الشخص بنفسه يحدثها الشخص بنفسه للنيل من آخر إذا ما كان هناك مشكلة مثلاً معه أو يريد به التنكيل أو يريد به الإيقاع نتيجة لوجود أمور بينه وبينه يقوم أيضاً باستناع هذه الأدلة وهنا توضيح لأنني فوقت أيضاً حينما تم تعليق على أحد المرافعات في قضية الدرب بأن أحد الأسدزة طبعاً قال بأن حينما تقول اصطناع الدليل الفني لابد أن تطعن عليه أنا لا أقول الاصطناع المادي يعني ما جابش دليل ما جابش تقرير طبي من عندياته طبعاً لا اصطناعه كما قالت مبادئ الطب الشرعي هو اصطناع الإصابة فيه يعني إن صح القول فإنه يقال به بأنه تزوير معنوي ولكن علي أن أثبت أن ذلك تزوير معنوي فإن لم تثبت أن ذلك تزوير معنوي فعليك على الأقل بأنك تأخذ ما أثبت من هذه الإصابات وفق مبادئ الطب الشرعي لتقول بأنها إصابات مصطنعة والطب الشرعي أورى عنها ذلك والمحكمة بالطبع لها مكنة الوصول بشتى وسائل الاستدلال الموجودة للوصول إلى هذه لتحقيق هذا الدفاع بأنها بالفعل هذه إصابات مصطنعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون إلا من تفتقات زهن المجن عليه لكي يصل بهذا التقرير إلى المحكمة بمحضره الذي قام بتحريره الإصابات المصطنعة كما أورينا عنها وهي طبعا بالطبع قرر بها الطب الشرعي في مبادئ بحثت في شتى كتب الطب الشرعي ستجد بأن هناك من الإصابات أو الجروح ستجد لفظ الجروح المصطنعة والجروح المصطنعة هي التي قرر بها الطب الشرعي بأنها التي يحدثها الشخص بنفسه أو بواسطة غيره وأنها تكون على هذه الحالة في متناول يده إن تم هو إحداثها قام هو بإحداثها أو بأن الشخص الذي يقوم بإحداثها قام أيضا بمساعدته بها إذا ما كانت في منطقة ظاهرة من جسدي مثلا كالرأس أو الظهر أو غيره هذه الإصابات بتوصيفها كما قلنا تعد كما قرر بها الطب الشرعي الإصابات المصطنعة فإذا ما كانت الإصابات على هذا النحو فإننا لابد من تناول التقرير الطبي المبدئي الذي أتى بهذه الإصابات وأرفق بأوراق الجنحة المحضر الجنحة تنظيم التقارير الطبية بالطبع إعدادها كيفية إعدادها لن تجد إلا في تعليمات النيابة العامة وأيضا أقول بأن هناك قرار صدر في 2001 رقم 187 سنة 2001 من وزير الصحة والسكان في هذا التوقيت هذا القرار أيضا إذا ما رأيت لابد أن تطالعه لأنه يحدد كيفية استخراج هذه التقارير الطبية وكيفية عملها فإن كان هناك عمل لهذه التقارير الطبية خرج عن إطار المألوف ولم يتم وفقا للتعليمات ووفقا لما ورد بهذا القرار ففي هذه الحالة تستطيع أن تدفع بمخالفة التقرير الطبي للأصول الفنية أيضا المطلوبة في إعداد مثل هذه التقارير وفقا لقرار وزير الصحة والسكان ووفقا لتعليمات النيابة العامة وطالع تعليمات النيابة العامة في هذا الأمر بالنسبة للإعداد لو قلنا ذلك فإنه لابد أن نشير إلى أنه حينما يعرض المجن عليه على السيد محرر المحضر في قضايا الضرب هذه لابد أن يقوم بمناظرة الإصابات الموجودة في المجن عليه يعني حضر أمامه وهو مصاب ويريد أن يقوم بتحرير محضر يتهم فيه فلان بالتعدي عليه وإحداث الإصابات المروي عنه هذه الإصابات أولا لابد أن يقوم السيد محرر المحضر بمناظرتها وإثباتها في المحضر ثم يقوم بإحالته هو إلى المستشفى المركزي الخاص به ليقوم بعمل التقرير الطبي وإثبات هذه الإصابات إذن لو تم ذلك ورجع المجن عليه بصحبة من أرسله السيد محرر المحضر لتحرير هذا التقرير وثبت أن هناك إصابات لم يروي بها المجن عليه يعني إلا أنا مصاب مثلا في وجهي وفي عنقي ثم جاء بعد ذلك ورد بأن هناك إصابات بالكتف في تقرير الطب الشرعي لابد أن يقوم بسؤاله عنها ويقول له ورد بالتقرير الطبي أن هناك إصابات بالكتف لم تروي أنت عنها فما العلا في ظهور هذه الإصابة مع أنك لم تتحدث عنها أو لم تقم بذكرها عند سؤالك لابد أن يرد عضوها لماذا؟ لأن هذه كلها عناصر الإثبات التي تؤكد للمحكمة حينما تقوم بالفصل في الدعوة ماذا صدق المجن عليه وما لا كذبه من هذه التناقضات أو هذا الاتفاق إذا ما كان لو قلنا بأن ذلك أيضا حينما نتكلم بعد ورود التقرير الطب الشرعي التقرير الطبيب المبدأي لابد بعد ذلك من إفادة الشفاء المروية والتقرير الطب النهائي عن الحالة حتى يقال بأن مدة العلاج أقل من 21 يوم أو أزيد من 21 يوم أو أن هناك عاها تخلفت عن هذه الإصابة كل ذلك لابد أن يثبت بالنسبة للتقارير الطبية وإن نقصت هذه الإجراءات أو خلى منها المحضر على الدفاع أن يستغل هذه السقطات للقول للتعويل عليها في هذه الإصابات مدى صحتها من عدم أو مدى تناقضها مع واقع الدعوة من عدم أو مدى صدق المجن عليه في حديثي عنها من عدم كل ذلك سستطيع أن تكدفع أن تتناوله أمام المحكمة للتدليل على صحة دفاعك في هذا المقام ما لفت النظر في القرار 187 ألفين وواحد أنه التقرير الطبي لا يمكن بأي حال من الأحوال بعطاؤه إلا لصاحب الشأ أي للمجن عليه أو بتوكيل شو بقى توكيل راسل توكيل عام منه في ذلك عشان يستعمل المحامي لا يمكن أن يستلم التقرير الطبي الخاص بالمجن عليه أو المجن عليه نفسه يستلم التقرير الطبي من المستشفى لإحضاره لإرفاقه بمحضر جمع الاستدلالات اللي هو محضر الشرطة إلا إذا كان هناك تصريح من النيابة العامة بذلك يعني لو خلأ ذلك من هذا التصريح أصبح وفقا للقرار المنظم لإعداد هذه التقرير هذا التقرير يشوفه البطلاء في هذه الحالة ادفع به والمحكمة بالطبع وشأنها لأننا قلنا بماذا بأن هناك ليس هناك قانون ينظم عمل هذه الإجراءات ولكن تركت لتعليمات النيابة العامة ولقرارات وزارة الصحة التي تصدر لذلك قيل بأنه إذا ثابت بأن هناك طبيب حرر تقريرا طبييا يخالف الحقيقة فإنه يقوم بعد ذلك بالمنع من عمل هذه التقارير وده طبعا بالطبع مع عدم إعفائه من تحمل المسؤولية الجنائية فيما قام به ففي هذه الحالة لابد من أن تكون أنت مطلع بما جاء بالتقرير الطبي على هذا النعم بالتأكيد أنك ستتناول مثلا ما تم هذا بالنسبة للبحث في التقرير ذاته صلاحيته هو بذاته من عدمه إذا ما كان يصلح أو لا يصلح إذا ما كان تم وفقا لتعليمات النيابة العامة وفقا للأصول الفنية المتعارفة عليها والمتبعة فإن ذلك أيضا تناولت أنت من ذاته وبالتالي فإننا نقول أنه في هذه القضية التي قدمنا لها بأن هناك كان هناك تقريرا طبيا به إصابة والجرح قطعي طول 12 سنط في رأس المجنعي هذا الجرح حينما حضرنا في أمام محكمة الجنح الجزئية قيل بأن المحكمة لابد أن تدين في هذه الواقع وسيكون ما إله الإدانة لا محالة ده حسب ما طبعا المحامين تروي ذلك وفقا لما يرونه من الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا كأعراف قضائية درجنا جميعا عليها السؤال عن اتجاه المحكمة في تناول مثل هذه القضايا حتى يستطيع الدفاع أن يتبصر كيفية القيام بدفاعي أو إعداده وفقا لما سيأتي لو أنه قام الدفاع في هذه الحالة بتحديد الجرح القطعي هذا قمنا بإثبات أنه يعد أيضا من الجروح المصطنعة هو يعد من الجروح المصطنعة؟ يعد من الجروح المصطنعة لأنه هو الجرح منتظم الحواف قد يكون طويل أو قصير كما قلنا الجروح القطعية هكذا حينما تحدث أيضا من الممكن أن يقوم أحد المجن عليه بإحداث هذه الإصابة بنفسه وقرر الطب الشرعي بأن هذه الإصابات أيضا من الممكن إحداثها حينما بحثنا ذلك في الطب الشرعي مع العلم أن الكل يقول بأن الإصابات المصطنعة فقط الخدوش والجروح والكدمات والسحجات ويستبعد الجروح القطعية لأ الجروح القطعية تعد من الجروح المصطنعة أيضا وقمنا باستخراج ذلك من أحد مصادرنا من كتب الطب الشرعي وعرضه على المحكمة بالطبع ليعلم السادة الشرعي الجريلة الذي يحكم في الدعوة منهلنا في ذلك وهو كان أحدث أيضا كتب الطب الشرعي كان في 2021 تقريبا وذلك لتوضيح دفاعنا والوصول به إلى مبلغه وبالطبع هذا الدفاع أيضا قد أتى أكله وأتى سماره أمام الهيئة المؤقرة وذلك يؤكد بماذا؟ يؤكد بأن عليك البحث ولا تستمع إلى أقوال من يروون عن أن المحكمة تقضي في مثل هذه القضايا بكذا أو أنها تدين في مثل هذه الحالات كيف لك أنت؟ التحدي بالنسبة للدفاع هو الوصول بما يغير عقيدة المحكمة قد تكون المحكمة في الجنات مثلا بعد قراءة الدعوة لها وتنتظرك حتى قد تكون أنت تأتي إليها بالجديد في هذا الدفاع قد تأتي إليها بما يغير قناعتها وهذا هو التحدي الحقيقي لك كدفاع فعليك أن لا تسلم بمسلمات يسلم بها البعض في قضايا مشابهة وعليك أنت بالبحث وفي ذلك أيضا هو جوهر المحامة وهو جوهرك أنت كمحامي وهو ما يبين مدى علمك وثقافتك القانونية وثقافتك الموسوعية بالنسبة لشتى العلوم وخاصة كما قلنا علم الطب الشرعي الذي لا بد أن تحط به إذا ما تناولت قضايا النفسي كاملة أترككم أيضا بسماع هذه المرافعة هي مرافعة صغيرة أيضا حوالي 6 دقائق في وقت الضرب وأيضا هذه المرافعة قد قمنا فيها بعمل أيضا غير مألوف ليس فقط تقريب الطب الشرعي ولكن قمت بتحضير المتهم أمام المحكمة وأثبتت الحضور بالتوكيل وأثبتت حضوره شخصيا فلما قيل إليها من الهيئة الموقرة لماذا تقوم بتحضير المتهم وأنت معك توكيل قلت له لأنه يا فندم مناظرة المحكمة للشاهد أو المتهم تستطيع أن تستقرئ منها ما بين السطور وتستطيع أن تستقرئ منها ما خفي عن هذه الأوراق فطبعا السادس الشرعي اللي تفضل وقمت بالمرافعة على هذا الأساس وناظر الرجل وتكلم الرجل أمامه وأوضح ما فيه وكان موظف محترم جدا فالمحكمة حينما رأته أيضا قد يكون ذلك أيضا ساهم في قناعتها وبالتالي قلت له لأ فحتى حينما سئلنا لماذا لو أخذ حكم هيأخذ حكمه بتقول قلنا أن أخذ الحكم الحكم بالطبع مشمول بالكفالة سيقوم بعمل الاستئناف ودفع الكفالة ولم نخسر شيئا فالحضوره هنا كان أوجب من عدم حضوره والحضور بالتوكيل وحضوره هو الذي ساعد في هذه الحالة أيضا بالنسبة حينما نظرته المحكمة بأن هذا الرجل لا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الفعل مع بالطبع التدليل على الأساس الأخرى والأساس القوية بالنسبة للدعوة وهو عناصر الدفاع المعتبر قانونا بالنسبة لتناول التقرير وإثبات أن الجرح القطعي ببطوله المروي عنه 12 سنتي في رأس المجن عليه هذا الجرح يعد جرحا مصطنعا وليس جرحا لا يحدثه المتهم بالضرورة بالمتهم وفقا لما هو كان غالب السبوت في زهن الكثير أترككم أيضا لسماع هذا الجزء من المرافعة والحلقة الرابعة إن شاء الله سنتناول أيضا بقاء وضع هذه التقارير الطبية في نيزان القضاء نقوم بالحديث عنها كيف يتناول القضاء وكيف يتناول الدفاع أمام القضاء هذه التقارير الطبية من الناحية القانونية وما سلطان المحكمة عليها حتى يكون على القدر طبعا قد قمنا بالإلمام بهذا الأمر وكما قدمت بالطبع أن ذلك لا بد أن يكون المحامي فيه محاميا مطلعا موسوعيا قارئا قلنا كما قلنا وتعلمنا من أساتذتنا الأجلاء القراءة في شتى العلوم لأن ذلك هو الذي يسقلك وهو الذي قد يمدك بالدليل الذي من الممكن أن تستخرجه من أي مصدر مصادر العلم ويقنع المحكمة بالطبع لأن كما أورينا وفي المدال الجنائي يقال بأنه من أي مصدر يستقي منه القاضي الدليل له أن يطلب هو ويسعى لتحقيق الدليل حتى لو تقاعس الدفاع عن السعيلة لأن تحقيق الأدلة هو واجب المحكمة بالطبع في المقام الأول والأخير إلى هنا أشكر لكم حسن الاستماع بالطبع وأترككم لسماع الجزء من المرافعة في جنحة الضرب هذه وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله لاستكمال هذه السلسلة من سلسلة الأدلة ألتقيكم على خير الله وبركاته وأشكر لكم حسن الاستماع أم تساعد جنيد وأحضر معه المتهم وعنه هو فندم المتهم الشخص يعني أنا حضرت معه وعنه حد هو العلة في حضوره بس بعد ذلك معليم أشان محكمة نوظر المتهم لأن احنا ما تعلمناه من منصة القضاء الطاهر بأنها لها نظرة للمتهم وللشاهد تستطيع أن تتعرف من خلالها على خبايا ما يفرح عليها من هذه الدعاوة وتقرأ منه ما بين السطور فلذلك يعني هو حتى فندم هو اللي صمم على الحضور أمام لا أموحظ حضرتك أنا ابني قبلها بيوم اجربت 35 ورزة فشو وأهل الولد جابوا الولد دوت المسجل دوت وعملوا في المحضر ده ضدي أنا عشان أتناسر عن محضر ابني عشان يبقى محضر أصد محضر وأخسم بالله أنا بضربته ولا كنت هناك أنا كنت عنده التور في الوقت ده بعالي بابني تجميل تالي يوم بعد الجرح الفضيع اللي فشوا بس كل هدفهم إن هم يجبروني إن أنا أتنازل عن محضر ابني وغضايا حقه والحاضر مع المتهم وعنه الكمسة وبحق براءة المتهم مما هو مسند إليه ودفع بتنفيق التهمة وباصطناع الدليل الفني التقرير الطبي المرفق بأوراق هذه الجنحة كما دفع بعدم وجود ثم تشاهد للواقع وبعدم معقولياتي على النحو الوارد بالأوراق صحر المعالي السيد الرئيس يتشرف الدفاع المثول في محراب عدالتكم ويذكر نفسه ومن حضر عن المجن عليه بقول الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية مضعافة من خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أسأل الله السدادة في القول وأسأل لمحكمتنا السدادة في الحكم إن شاء الله بداية هو كما قدم المتهم لدفاعه عن نفسه بأن هذه الواقع ما كانت لتولد إلا كوسيلة قصرية للضغط على هذا المتهم للتنازل عن جنحة كان ابنه هو المجن عليه فيها وقد كانت رقم هذه الجنحة 16 848 لسنة 2020 جنح مركز منشاط الأناطر ثم أحيلت إلى محكمة الأحداث وقيدت في محكمة الأحداث برقم 195 لسنة 2021 وقضي فيها في 18-2-2021 بإيداع المتهم إحدى دور الرعاية وإيداع مفتوح كما تعلمون أنتم وتعلمون من القانون ما هو معنى الواقع في هذه المسألة هو أن المجن عليه مثلاً حينما يقوم باتهام شخص في دعوة بأنه أحدث به إصابة فإن طبعاً بالطبع ومن بديهات الأمور إذا ما أرادوا الضغط عليه للتنازل عن هذه الجنحة لا يأتون بأحد مسمى باسم المتهم الذي ماسل في الجنحة المذكورة ولكنهم يأتون بشخص آخر حتى لا يقال إن هناك سلة القرابة فينفون الكيدة والتلفيقة في هذه الدعاة فماذا حدثوا استقدروا؟ شخص مسجل وأتينا إلى عدالة المحكمة بصورة من صحيفة سوابقه بين 13 قضية بين جناية وجلحة هذا الشخص قام بماذا؟ بافتعال جرح في رأسه والجرح كما أتكدت مبادئ الطب الشرعي على هذا النحر هو ما يوضع تحت توصيف الجروح المفتعلة وأيضاً سنقدم لعدالة المحكمة في حافظة مستندات ما استقر عليه رأي الطب الشرعي في مستهازي الجروح وهو الموسوعة في الفقه والقضاء لسنة 21 أرسنة التي نمسل فيها هذه وتؤكد بجلاء بأن هذه الجروح من الجروح المفتعلة والتي يحدثها الشخص بنفسه وذلك للنيل من آخر إذا ما أراد ذلك هذا على نحو ما نقدمه لعدالة المحكمة وواقعة الدعوة وواقعة المحضر الماسل كانت يوم 28 فندم كانت في يوم السابق أو اليوم التالي للجنحة التي اتهم ابن المجن عليه فيها المتهم الذي سنتشرف بإضاح أمره أمام أعدالة المحكمة من خلال حوافظ المستندات التي سنقدمها في آخر المرافعة وذلك تعديضا لدفاعه على هذا النحو جرت الأمور وصارت وماذا يفعل المتهم في واقعة قد اتهم فيها غيابيا لم يعلم عنها شيئا على النحو الذي وردت به لم يقدم المتهم طبعا إلى تحقيقات النيابة أو لم يستشد بشاهد أو لم يبدي دفاعه فعليه أن يؤكد لعدالة المحكمة إذا ما أراد تبرعة ساحته من الاتهام المسند إليه أن يحاول تقديم الدليل إلى عدالة المحكمة فكان هناك أربعة من الشهود العدول قد حضروا إلى مقر الشهر العقاري والتوسيق وأكدوا بأن هذا المتهم على مقرابة من المجن عليه المتهم في الجنحة السابقة لابنه وأن هذا الرجل هو الذي قام بافتعال هذه الواقعة وأنهم الأربعة كانوا مع المتهم الماسل في هذا اليوم الذي ادعى فيه حدوث الواقعة من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساء مع ابنه عند الطبيب المعالج وأقروا بذلك وكانت هذا الإقرار يعد بمثابة انتفاء واضح وصريح وشهادة أمام الله منهم قالوا بأننا نستطيع أن نمسل أمام القضاء للإدلاء بها إذا ما أراد القضاء من نزال يتشرف الدفاع بتقديم حوافظ المسندات المدللة على دفاعه ومنها إقرار الشهادة ومنها محتواه في تقرير الطب الشرعي ومنها ما يؤكد أيضا بفحيفة صوابق هذا المجن عليه والتي جاءت بين ثلاثة عشر قضية نتحدى أن يمسل أمام هيئة المحكمة لأن عليه قضايا لم ينفذ بها وواضح أيضا من خلال هذه الحوافظ وجود الجرح في رأس ابن المجن عليه والذي استغرج حوالي ثلاثة عشر ثلاثة عشر برزة يا فندم على النعمة نتعمل سمحد من عدالة براءة المتابنة اللي تعمل مسند إليه ونشكر لعدالة بالحسن للسماعة وفي ساعة الصدر شكرا جزيلا يا فندم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر